السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء اليوم الذي تحدثت فيه عن تجربتي مع مرض كورونا والدروس الإيمانية ذكرت موقفا ونزبته خطأا لشيخ صالح بن عمر وعندما راجعت الموقف وجدت أنه للشيخ إبراهيم بن عمر بيوض كان يقول الشيخ بيوض بأنه كان يحفظ القرآن الكريم ولكن القرآن كان يتفلت منه وفي السنوات الأخيرة عندما كبر في السن تفرغ لإتقان حفظ القرآن الكريم فكان يقول لما بدأت السنون تتقدم والنظر يضعف قلت لا يلق بي أن لا أحفظ القرآن حفظا جيدا وأن لا أراجع حفظي ويعلم الله تعالى بأني اشتهدت في مراجعة حفظ القرآن الكريم لأني أعلم بأنني سأتي علي يوم يكبر فيه سني ويضعف فيه بصري ولا أستطيع حينها قراءة القرآن الكريم ولا ينفعني حينها وجود مئة مصحف في البيت أو كما قال يقول وقد وقع لي شيء مشاهب عندما أجريت لي عملية النزول الأبيض في عام 1964 يقول لم أستطع حينها أن أواصل وردي في تلاوة القرآن الكريم فهذا الأمر دفعني إلى أن أنكب على مراجعتي حفظي هذا ما ذكرته وقلت بأن الدرس الإيمان الذي يستفاد بأن الإنسان ينعم بصحة وعافية يستطيع من خالها أن يؤدي العمل الصالح ولكن قد تعرض عليه أعراض وأمراض وغيرها لا يستطيع معه مواصلة العبادات والأعمال الصالحة التي أتاد عليها هذا ما ذكرته فأردت أن ننبيها عليه تجدون القصة في كتاب النمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته